فننشأ لهم صفحات خاصة ب... أيوة أنا ما رح عيد. ليه ليه ما تعيدين أنا نور... أوكي. عم بمسحة ممسحة. وعم بنعيد. فيا ريتم بهاد إذنك أفاق بس بترجعي تشاركي الشاشة مش عان نشوف الصفحة على ميتا ونشوف الصفحة على ويكي اقتباس. قالت بس لأحط الرابط هون. تحملوني يا جماعة عيد الكلام مرة تانية مشان التسجيل بعدين. ما أخذ معنا. ممتاز. إذن الحملة هزي السنة بنسخة الرابعة تبدأ بالنسخة اللغوية العربية وهي حملة قالت. قالت هي للتوسيقى كل شيء يعني اقتباسات تانيت من شخصيات بتحقق الملحوظية وفق المشاريع الموجودة عندنا لنوسق أقوالهم نوسق صفحاتهم مع أقوالهم نوسق المواضيع اللي متحلقة فيهم على مشروع ويكي اقتباس العربية. مشروع قالت نحن حقنا فيها مثل ما قالت بنسختها الرابعة. إذا بتذكر يعني زاكرتني ما صموني أنه كان في مبادرات من زميلاتنا في السودان أنه قاموا بمشروع لكن كان بيستهدف فقط يمكن المجتمع السوداني كان لهم يعني هنه مبادرة بالمشاركة في هالحملة. هالنسخة هي مفتوحة للجميع اللي هي كل شيء بيهم أنه يساهم بالويكي اقتباس العربية. فكان في التعاون هو يعني شيء جديد بالنسبة لألنا فبنحاول أنه نحن نطوره إن شاء الله بالنسخ القادمة. لكن أنشأنا طبعاً لألنا صفحة بويكي اقتباس لنزب المهتمين أنهم يساهموا ويسروا الويكي اقتباس. فإذا رحنا نحن على الصفحة أنا حطيتها بالشات هو للمشروع. طبعاً الكل ممكن أنه هو يساهم بالأسماء الموجودة بها الصفحة الميتة ويساهم بكل النسخ اللغوية إذا مهتم. لكن نحن بهمنا مشروعنا اللي هي على اللغة العربية ويكي اقتباس العربية. القائمة رح نضيفها لنشتغل عليها وهو لتضيفوا اسمكم في قسم المشاركون. نحن موجود معنا حالياً فايزة اللي ضافت اسمها. نتمنى نشوف اسماء الكل الموجودين معنا أو تشجعوا مجموعاتكم أنهم يساهموا ويكونوا يعني مشاركين في النسخة الأولى من حملة قالت باللغة العربية. رح أترك هلا الباقي التوضيح لباسم مشكوراً لنتعرف هلا على جزئية اللي بتخص ويكي اقتباس. تفضل باسم. شكراً لكم جميعاً على فضوركم واهتمامكم بوكي الاقتباس بهالمشروع اليافع نسبياً. أو مش نسبياً هو اليافع حقيقةً. وكي الاقتباس إذا في معنى أشخاص ما بيعرفوا هو المشروع شقيق لويكيبيديا. غايته الأساسية تجميع الاقتباسات والأقوال المأثورة للأشخاص أصحاب الملحوظية. فإذا هو مشروع ما بيهدف لتجميع نصوص كاملة. يعني مثلاً هو ما بيهدف لتجميع خطابات. لا. هو مثلاً أجزاء من خطابات. قول مأثور أو كلام أو جملة معينة قالة فلان اشتهرت هالجملة أو اشتهر بسببها يمكن فلان ما كان بيهدف اقتباس. النصوص الكاملة ما كان بمشروع آخر هو وكي مصدر. وكي الاقتباس مثل ما ذكرت مشروع ما يزال في المهد. وكي الاقتباس العربي ما يزال في المهد. حالياً هناك 2850 اقتباس فقط بوكي الاقتباس العربي. فهو من المشاريع البحاج لعناية شديدة. الكثير من يعني طبعاً بكل مشروع في عدد من القواعد والنظم اللي بتحدد أسس العمل فيه راح تلاحظوا وكي الاقتباس العربية تفتقد للكثير من السياسات والتنظيمات اللي يتفترض أنه تأطر أسلوب العمل بهذا المشروع. ولكن من حيث المبدأ كون المشروع قائم على تجميع اقتباسات لأشخاص يحققوا الملحوظية يفترض تلقائياً طالما الشخص يحقق الملحوظية وطالما له مقالة على وكي فيديا العربية فبالتالي يصح أنه ننشأ صفحة لأله على وكي الاقتباس تحوي على أهم الأقوال المأثورة المنسوبة لأله. يعني كسياسة أولى خليني أحكي طالما الشخص حقق معايير الملحوظية المطلوبة على وكي فيديا العربية وأنشأت مقالة لأله على وكي فيديا العربية فهو تلقائياً ممكن ننشأ لأله صفحة على وكي الاقتباس ونثريها باقتباسات منسوبة لهالشخص هيداً تحبوا أحكي شوي عن المعايير الملحوظية هيداً ولا مفروض عارقينها ولا شو بتفضله؟ بفضل إيه لأنه أنا بعرف أنه في معنى يعني مساهمين جدد أو صار لهم فترة قصيرة هنم موجودين معنا بمشاريع ويكي ميديا من بعد إسنك طيب الملحوظية المقصودة يعني أي شخص حقق قدر معين من الشهرة بحيث صار متميز مميز عن أقرانه أي شخص أي واحد مننا بالعالم هلأ بيشتغل بمجال معين مثل ملايين الأشخاص مئات الألاف الأشخاص طبعاً مشكل مش أي واحد مننا يحقق الملحوظية الكافية لنكتب مقالة عنه على ويكي فيديا وقالاً تحولت ويكي فيديا لما نسميه دفتر هاتف أو صفحات صفراء لابد لكل شخص أن يكون تميز عن أقرانه بيشتغله بنفس المجال اللي هو بيشتغل فيه تميز عنهم بأمر معين حتى يستحق مقالة على ويكي فيديا وطبعاً الأشخاص حسب بالسنوات الأخيرة نحن أصمنا معايير الملحوظية بحسب مهنة الشخص أو مجال عمله يعني فيه ملحوظية للسياسيين فيه ملحوظية للأكاديميين فيه ملحوظية للممثلين وللرياضيين وللكتاب وللصحقيين وما إلى ذلك أي سياسة تقلب منصب محلة هام مثلاً صار وزير صار رئيس دولة صار أمير صار رئيس حزب صار رئيس منظمة مؤثرة صار نائب هذا تلقائياً شخص يحقق الملحوظية ويستحق أن ننشئ عنه مقالة رئيس الجمهورية في لبنان مثلاً أي شخص تولى هذا المنصب تلقياً يستحق مقالة أي شخص تولى رئاسة الوزراء تولى وزارة معينة ولو لمرة وحيدة بحياته رئيس حزب معين لنقول حزب القوات اللبنانية مثلاً أو التيار الوطني الحر أو الإخوان المسلمين أو حزب البعث بسوريا أو حزب البعث سابقاً بالعراق وقصوا على ذلك أي شخص تولى منصب مثل هالمناصب هايدي على صعيد محلي يستحق أن يعتبر تلقائياً حقك الملحوظية وبالتالي يستحق مقالة عنه بويكيبيديا وبالتالي يستحق صفحة مخصصة لألوبيوك الاتباس وسائر المشاريع إن وجدت على الصعيد الدولي نفس الأمر مثلاً لو أي شخص تولى منصب الأمان العامي للأمم المتحدة الأمان العامي للجامعة العربية هذا شخص تلقائياً حقق الملحوظية الكافية شخص مثلاً على نقول على الصعيد الإعلامي أو على صعيد الكتاب كاتب كاتب معين فازت فازت أحدى مؤلفاته بجائزة دولية معتبرة فاز أو جائزة أو إقليمية مثلاً نقول على سبير المثال جائزة كتارة بقطر رواية معينة فازت لها الجائزة هذه صار صاحبة تلقائياً لأن هذه جائزة مرموقة صاحب هالكتاب تلقائياً يستحق الملحوظية وبالتالي لو كان عنده اقتباسات معين اشتهر فيها ممكن أنه تنقل لوكي الاقتباس أي شخص أكاديمي كمان حقق قدر معين من الشهرة بسبب نظرية مثلاً معينة نشرة أو كتاب معين حقق عمل صدر كبير جداً أو فاز بجائزة أكاديمية مرموقة أيضاً نفس الأمر ينطبق عليه الرياضي اللي فاز ببطولة معينة أو كان شارك ببطولات كبيرة وحقق إنجازات لا يستهان فيها سواء على صعيد الألعاب الأولمبية على سبيل المثال فاز بأحدى الميداليات برونزية قضية ذهبية أو لعب كرة قدم كان مشهور جداً بالمجال الكروي لعب كرة سلة إلى ما هنالك هيدا بسرعة بالنسبة للمعايير الملحوظية عند الأشخاص تلقى أياً أي شخص حقق هالمعايير اللي ذكرت يفترض يفترض أنه حقق ملحوظية بيوكل اكتباس وممكن إنشاء صفحة عنه بيوكل اكتباس طبعاً شرط أنه يكون عنده اكتباسات تستحق أنه تدرج مش أي كلمة أي شخص تستحق أنه نحطها بيوكل اكتباس على سبيل المثال يعني للحصر نقول الرئيس المصري أنور السادات أنور السادات عنده يعني كم لا يحصى من من الخطاب من الاكتباسات الممكن إما تنسب لأله فعلاً أو موثقة أو موثقة ولكن ما فينا بطبيعة الحال كلنا نروح ندرجها بيوكل اكتباس يعني مهزة للحصر تصير ومش بالضرورة كلا يكون له هالأثر هالأثر أو مش بالضرورة هو يكون اشتهر بهالكلام اللي قاله مثلاً لنقول من الاكتباسات اللي ممكن بحالة أنور السادات أنه تدرج بيصفحتوا على وكل اكتباس الجزء من خطابه الشهير اللي ألقاه أمام مجلس الشعب المصري بعد انتصار العرب على إسرائيل بالتلاتة وسبعين لما قال أنه الجيش المصري أفقد العدو توزنه خلال ست ساعات مثلاً هيدا اكتباس مهم جداً مشهور جداً لأنور السادات من هالأكتباس وأمثاله ممكن أنه تدرج حب نبه بس شغلي الفيط النظر لألا لأن بعتقد احتمال كتير كبير الناس تغلق فيها خاصة اللي ما مجرب وكل اكتباس من قبل خطبة بهالحالة هيدا مثلاً نفترض حالة أنور السادات خطبة أنور السادات الكاملة لا تدرج في وكل اكتباس الخطبة الكاملة ما كان وكي مصدر لأنه هذا نص كامل ومطول وكل اكتباس يعني مثلاً نقول جزء من هذا الخطاب جزء مهم برز واشتهر على ألسنة الناس تكرر بالإعلام من هالخطاب هذا هو اللي يدرج بوكل اكتباس يعني من كل الخطاب ولأنور السادات أمام مجلس الشيوخ المصري هذا بخصوص انتصار العرب حرب تشرين حرب تلاتة وسبعين يعني ممكن نختار مثلاً يمكن بس هذا هو الاتباس الوحيد فيما أعرف أنا على القليلة وهو أشهر شيء قاله مثال آخر مثلاً خطابه الشهير لما أعلن عن استعداده أنه يروح يسالم يسالم إسرائيل أو يجري معهدات سلام الخطاب الكامل مكانه وكي مصدر أما قوله أنا مستعد أن أذهب وأطرق بابهم مثلاً أذهب إلى الكنيسة هذا مثال جيد ليدرج بوكل الاقتباس وأقيصه على ذلك أي شخصية معروفة أي شخصية أخرى معروفة الآن بالنسبة للتحرير للتحرير بمشروع وكل الاقتباس أنا الكلامي رح يكون يعني مختصر مش لان متى ما قلت لكم المشروع ما يزال في بدايته وبتصور الحكي اللي قلته بالفترة الراهنة من حياة هالمشروع كافي لأي شخص حتى ينطلب ولكن بس حب أعطيكم فكرة عن كيفية التحرير وكيف المظهر العام من شان إذا حبيت وتضيفه أي شي أنا متاح لألي أعمل مشارك للشاشة ولا بدي تعطوني أو شيء متاح متاح ظهرت الشاشة ظهري مثل ما نكن شايفين هذه واجهة المشروع يوجد الآن 2850 اكتباساً وقولاً مأثوراً بالعربية مجرد 22 مستخدم نشط فمشروع نائم يعني أو نشط بخجل شديد رح فرجيكم مثال ترجمة نانسي قنقر هذه الصفحة أنا أنشأتها من حوالي سنة تقريباً أو سنة ونص عن سلطان من سلطين مغول الهند المشهور شهاب الدين شاه جهان باني تاج محل هذا الشخص هو اللي بانى تحفة تاج محل كمان حالياً ما في قواعد معينة بتحدث كيف تنظيم الصفحة ولكن أنا شخصياً بتتبعها الأسلوب أيضاً أنا بحط مقدمة غالباً هي نفسها المقدمة اللي حطيتها بمقالة وكيبيديا في قالب ظاهر على على يسار الشاشة قالب بسيط مجرد معلومات سريعة عن صاحب الاقتباسات وأنا عادةً أتقسم الصفحة أو تلات أقسام اقتباسات هو الشخص قال واقتباسات قيلت عنه أياً كان الشخص وأخيراً المراجع لأن كما هو الحال في وكيبيديا لابد من توثيق كل اقتباس بمرجع موصوق مرجع موصوق طبعاً بقصد فيه الكتب الدوريات المحكمة المجلات المعروفة والصحف وبعض المواقع الإلكترونية لما مضطرت ولكن بالمقام الأول لابد نلجأ لكتب دوريات محكمة مواقع متخصصة إن وجدت وآخر آخر شيء إذا عدمت هالمراجع هايدي نلجأ للمواقع الإلكترونية وللصحافة طبعاً هيدا لأن بالنهاية كل موقع كل موقع أخباري كل صحيفة كل جريدي عندها توجهات توجهات الخاصة وتوجهات معينة ممكن هي تزيد يعني مثلاً نقول يرشوا شوي تبهار على كلمات فلان يبالغوا شوي ينطقصوا من كلام شوي ينسبوا كلام لشخص مناوئين لأله فيفضل ما نلجأ يفضل بقدر الإمكان ما نلجأ إلا طبعاً اللهم بحالات معينة لنقول مثلاً فلان عاطي مقابلة لهالصحيفة مرموقة هذا الموقع مرموقة يعني ممكن هون يفضل ليكون أحسن فلان مثلاً عمل مقابلة مع قناة الجزيرة لا بأس يعني قناة الجزيرة هي من هي أو العربية أو غيرها أو حتى بعض القنوات على الصعيد المحلي لا بأس ولكن لما هايدي المشكلة بتظهر السبب اللي عم أقوله أنا أنه ليش نعتمد على المصادر مثل الكتب والدوريات المحكمة بالمقال الأول بحالات معينة على سبيل المثال لما هايدي هالجريدة أو هالموقع المعروف بتوجهه المعين يتكلم عن فلان المناوق لإله مختلف عنه إيديولوجياً أو مختلف عنه فكرياً أو مختلف عنه سياسياً وينصب لإله أقوال معينة الله أعلم إذا هايدي الأقوال صحيحة إذا هن فسروها على زوءهم إذا هن قالوها تحديداً بهالمجال هيدا لأن كان حابين مثلاً يأم ما يعزمو لهالشخص إذا كان من نفس الطيار أو يقللوا من قيمته أو يشوهوا صورته لو كان من من طيار مختلف فيفضل الابتعاد عنا بهالحال هيدا يعني ننتبه لما بحال كنا بدنا ناخد من مصدر صحفي ننتبه هل هيدا المصدر يتوافق مع الشخص اللي هو عم يحكي عم يحكي عنه أو هو هل هو لسبب ما محايد هون أو كذا يعني لابد هالشغلة تأخذ بعين الاعتبار بتحبوا أو بلكن رح أنشئ صفحة رح أنشئ صفحة حاليا بس لاحظ فرجيكم مثال أنا مؤخرا أنشأت على نعم سمحني سمحني قصيدة عليك ممكن نجرب أنشئ صفحة لامرأة بمأن والحملة قالت مختصة في اقتباسات المساء هلأ أنا كنتم حضر لشخص بس مش امرأة يعني إذا عندكم ما في اسم معين ببالي يعني بس أنا أعرف بعد آه أفوان تفضل هلا أنا فضل كنت أعمل هيدا الشخص اللي كان ببالي ويعني وقياسا عليه إذا إذا بتكن أنتم بتعملوا فيما بعد أفوان كمام كمام بالصحافة وبالأدب وحتى كتب مسرحيات وساهم بتعريب في نسخة من الإنجيل حتى هو ساهم بتعريبة كان عايش بتقريبا من أوائل القرن التاسع عشر للتوفى سنة 1889 يعتبر من أعلام النهضة العربية بأواخر العصر العثماني ما قالوا صفحة على وكي مصدر وفي عنده يعني بعض الاقتباسات المنسوبة له وأعتقد أنه يستحق أنه ننشئ عنه صفحة أولا أولا فلين فرجيكم القالد القالب اللي كان ظاهر على اليسار قبل شوي هيدا هو نحن تقريبا بس منعتاز سنة الولادة وسنة الوفاة ويكيبيديا هادي الثاني هون هادي المقصود فيها وصلة لمقالته بويكيبيديا كومونز لو كان فيه ملفات مرفوعة أو فيه تصنيف خاص سأله بكومونز وكذلك لو كان فيه صفحة مقصصة سأله على ويكي مصدر ما تبقى ممكن تلقائيا رح يظهروا من مشروع ويكي بيانات معرفات لهالشخص ببعض المشاريع الخارجية خارج ويكيبيديا ما ضروري المليون يدويا تلقائيا بيظهروا لو كانوا موجودين على ويكي بيانات فأنا رح أنسخه للقالب وابدأ بإنشاء الصفحة بالاسم اسم الشخص هاي بالصورة هو ولد ضروري نحط السنة الميلادية مش لأن تلقائيا مجرد ما حطينا تاريخ الولادة رح يظهر بالتصنيف تلقائيا لو حطينا السنة الهجرية ما رح تظهر فهو ولد سنة 1817 وتوفي سنة 1889 ويكيبيديا نكتب بس يوسف الأسير ما بالزملة وصلي الداخلية الويكيبيديا ولا بس الأسير لا تلقائيا بتطلع كومونز هدا اسم التصنيف اللي في بقلبه بعض الصور حاليا ما في له صفحة على وك الاتباس ولكن ناوي أنا أعمله على أقائع على وك مصدر هو اللي عنده تقريبا كتاب أو كتابان على الأقل ممكن أحصل عليهم رح حاول اني انشأله صفحة لاحظوا كيف تلقائيا ظهر القالب بلفت النظر بس انه مثل ما ذكرت من حيث المبدأ ما في شي يلزم انه نكتب مقدمة عنه للشخص ممكن مباشرة ننبلش بالاتباسات ولكن أنا على الصعيد الشخصي بحب اكتب مقدمة عنه من جهة يعني شوية معلومات للشخص وكذلك بس من باب التنسيق يعني لا أكثر أنا بحب ارفع القالب لدرجة معينة بحيث ما يدخل مع الفقرات التالية نولون الفقرة الأولى الحباسات ثم مقيلة عن أخيرا المراجع أخيرا ما راح أكتب المقدمة راح أبتدي مباشرة بالاتباسات وانشب الصفحة لاحظوا تلقائيا بيظهر التصنيف أي سنة والد وأي سنة تغفي أنا إحدى التصنيفات يلي أنشأتها سابقا تصنيف أشخاص ثم الحرف الأول من من اسمهم يعني بحالتنا هيد الأشخاص سيات تمام مثل ويكي مصدر يعني التصنيفات الموجودة نعم 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 بالنسبة للإقتباسات لابد أن كلها تدرج ضمن قالب إقتباس أنا بس نسخته من صفحة أخرى هيدا هلأ راح حط إقتباس لأولا يوسف الأسير مثلاً الشيخ إبراهيم الأحدب يسمى الشيخ إبراهيم الأحدب مرة أخرى بقول ما في قاعدة معينة لكيفية تنظيم الصفحة ولكن أنا شخصياً هيدا اللي بتتبعه إذا حبيتوا أنتم تتبعوك كمان لتنصيق الصفحات يعني على راحتهم أنا بحط الإقتباس ضمن قالب الإقتباس ثم بحط النقطتين بس حتى يعني اذكر وين ورد هيدا الكلام عن لسان مين بس حتى أفصل شوي حتى ما يكونوا على نفس النصر على نفس المحادث لنقول مثلاً بها الحالة هيدين مقطبس من كتاب مراثي الشيخ يوسف الأسير الشيخ إبراهيم الأحدب بعدين منضيف المصدر مراثي 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 وهكذا بالنسبة للأقتباس بالنسبة للقسم الآخر طيلاً مراثي 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مثلا بها الحالة لما بقسم قيلة عنهم لما بدنا ننسوا بالكلام لشخص ما يصدق على صفحات وكيفيديا يصدق على صفحات وكالاقتباس يعني هايدي الصفحة هلأ لأنشأناها صفحة يوسف الأسير هي صفحة يتيمة لأنها غير مربوطة بأي صفحة أخرى فيفضل دائما عندما ننشأ أي صفحة لو كانت تستحمل وصلات داخلية لصفحات أخرى إننا نربطها يعني بهالحالة هايدي مارون عبود لو كان قلو صفحة على ما قلو صفحة بهالحالة هايدي لو كان مارون عبود قلو صفحة على وكالاقتباس نعملها وصلة إنترو وكالاقتباس هذا كل ما في الأمر يعني بالنسبة لإنشاء الصفحات على وكالاقتباس مثل ما شايفين الأمر سهل وغير معقد أنا شخصياً بفضل استعمل هالتنصيق هايدي ولابد من توثيق كل ما يضاف كل قول كل شخص قال هالكلام لابد أنه يضاف المصدر بالتفصيل وأخيراً من بعد من بعد ما ننشئ الصفحة لابد من من ربطة بويكي بيانات رح واقف شوي بس مشاركة الشاشة وبرجع في القسم الثاني اللي كان مكتوب قيل عنه بعد ما أوردنا الاقتباس من مارون عبون إن كتب مارون عبون ولكن ما نكتب المرجع يعني من وين أخذنا هذا الاقتباس اللي قيل عنه لا هو المرجع مزبوط هلأ البعض فروض يضاف المرجع بس أنا هلأ ما ضفته لأن بدي يعني عم بتنقل بين صفحة وصفحة بس من شأن السرعة يعني ما ما لها أكثر برجع أنا رح أرجع ضيفه بما بعد بس أي شيء أي شيء لا لابد إنه يوسط يعني عملياً لما إحنا أخذت انتقيل عنه مارون عبون مارون عبون يعني أنا ما أكتفي باسمه باسم الشخص اللي حكى عن عن يوسف الأسير ولكن أدرج جمان الكتاب أو إنه أدرجه في المرجع وهذا هو هلأ ممكن برجع بقول لأن ما في قاعدة معينة لطريقة التحرير أو قاعدة ملزمة هلأ أنا أنا شخصياً اللي بعمله بحط مثلاً مارون عبود في كتاب كذا أو في عرفت كيف يعني وبحط المرجع بالنهاية بس ممكن ممكن شخص مثلاً يحط مارون عبود والمرجع حد منه وخلص عندي سؤال ثاني أنا فتت على القائمة للرابط اللي حطت إنها أفاق في التشات وفتت على قائمة النساء المقترحة وشفت إنه جزء يعني كبير من القائمة ما عندها مقالات في ويكيبيديا في هذا الحال إحنا فقط يعني بنروح على الاقتباسات يعني القالب اللي أشار إله باسم دكتور باسم في البداية اللي هو بنحط عنصر ويكيبيديا عنصر يعني مش موجودي إيش في هذا الحال بدنا نعمل أنا مثل ما ذكرت بالبداية لابد يعني حتى الشخص نحط له اكتباسات نحط له اكتباسات نحكي إنه فلان قال كذا وفلان قال كذا أساسا هالشخص لابد إنه هو نفسه يكون ملحوظ إذا هالشخص يحقق ولأنه المشروع لأنه المشروع جزء من مشاريع ويكيمانيا ويكيميديا ومربوط بويكيبيديا لابد تلقائيا إنه هيدا الشخص أيًا كان يحقق معايير الملحوظية بويكيبيديا فإذا في شخصيات معينة لا تحقق المعايير الموجودة بويكيبيديا وبالتالي لا تستحق إنشاء مقالة عنها فيعني تلقائيا ما فينا نحط اكتباسات عنها فطبعا أنا بيرقي طالما طرقنا لهالموضوع طالما في شخصية معينة تحقق المعايير الملحوظية المطلوبة بويكيبيديا لا خلا نعمل مقالة عنها كذلك ولو كانت بزري مقبولة أو مش مثالية يعني مقالة أكبر من بزري نوعا ما ثم نعمل صفحة صفحة واكتباس هلأ مثل ما شايفين هيدا عنصر وكيبيانات يوسف الأسير بدنا نضيف الصفحة اللي أنشأناها على واكتباس حتى تصير مربوطة مع العنصر ومع مقالة وكيبيديا نفسها منروح لأسفل الصفحة لاحظوا هون رابط المقالة بويكيبيديا بتلاحظوا على الجانب على الجانب الأيسر وهون كمان وصلت لمشاريع أخرى وصل لوكي الاقتباس وكي الجامعة وكي أموس وكي الكتب وكي الأخبار وكي مصدر وكي الرحلات والمواقع أخرى كومونز وغيرة نحن علينا بوكي الاقتباس بس نكتب العربية نضغط على يوسف الأسير رجعنا لصفحة يوسف الأسير بوكي الاقتباس ولاحظوا هون على الجانب الأيمن بالهامش الأيمن في مشاريع أخرى صار ظاهر صفحته على كومونز وكذلك ما قالت على ويكيبيديا حد الآن كل ما في الأمر مثل ما شايفين شغلة بسيطة ما بده شغلة كتير ولكن علينا الالتزام بالملحوظية أولا وآخرا أنا هذا كل ما لدي حاليا بالنسبة لكيفية تحرير تحرير بوكي الاقتباس وبعض المعلومات العامة عنه فلو لو في بعض الأسئلة أنا مستعد أني جاوب عنه وشكرا لكم كتير باسم للتعريف بكافية مساهمة في وكي الاقتباس ومثل ما شفنا الموضوع يعني حتى حتى مستخدمين يعني اللي بيكونوا مثلا لهم مساهمات بمشاريع تانية هو بيكون تعريف لهم إذا مش مساهمين أو أول مرة بيساهموا أو خليل فبيكون تعريفي للكل يعني أنه تساهم في وكي اقتباس الموضوع نفسه رح نحن نرجع نطبقه بالنسبة لحملة قالت شاركت معنا أفاق مشكورة للرابط بالشات للمقالات المقترحة الحملة يعني الحملة خلينا نقولها عالميا مبلشت هي من 1 أكتوبر لنهاية ديسمبر شهر 12 نحن اليوم يعني رسميا خلينا نقول بدأنا فيها بويكي اقتباس العربية وحملة قالت منتظرين نحن إن شاء الله يعني يكون عنا مسابقة عم نسعى لنعمل كمان مسابقة ويعني المسابقة هي نوع للتحفيز إنه زيادة المساهمات وجسب المستخدمين أكتر باقترح إذا أفاق توافقني كمان إنه نحن القائمة اللي نشرناها وكل شي مشاركة تكون ابتداء مثلا من اليوم اللي بدي في اسمه للقائمة المشاركة إنه إن شاء الله إذا صارت المسابقة نبدأ إنه نحسبها من اليوم لنشوف كيف بدي تكون للناس اللي مشاركة معنا أسماء هدول مثل ما العنوان بيقول هي يعني قائمة مقترفة أي أسماء أنتو بتعرفوها بيخطر بزهنكم بيخص الموضوع اللي هي عنقالة اللي نوسق أقوالها المأسورة شفنا موضوع الملحوظية اللي وصلتها بالمشاريع الثانية أنا كمان عندي تعليق على الموضوع بدي أسأل يعني الزملاء فيها تمام كلهم عندهم مقالات فيعني مرحب بي بالعكس بنشجع إنشاء مقالات جديدة على وكي اكتباس يعني إنشاء صفحات جديدة إثراء الصفحات الموجودة حتى يعني مش شرطة تكون مثلا صفحة موجودة معناتها هي كاملة لا كلها خاطعة للتطوير فياريت أنه نتشجع ونبدأ بالمساهمة فيها معنا وقت أكتر من شهر قريبا شهرين ونص للحملة لنبدأ فيها فمنتظرين مساهماتكم والتشجيعكم للحملة لنوسق كلامنا يعني من من الناس الأخريات اللي ساهمنا بإثراء المعرفة ونحن دورنا هلأ إنه نوسق كلامهم بمشاريع وكي ميديا شكرا نور بس عندي ملاحظة أخيرة رجاء من اللي رح يشاركوا يضيفوا المقالات اللي أنشقوها للصفحة ويضيفوا في التلخيص التعديل شي سيد بش سهل علينا إجاد المقالات في وقت نتائج فقط صحيح صحيح نحن بزن نحن خلصنا إذا كان ما فامش حتى حد آخر عنده سؤال شكرا لكم الكلا ومتمنى نشوفوا تعجيلاتكم ومقالاتكم ومشاركتكم في الحمد صحيح للاقا بي 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 بني أف